بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وما بينهما في خصة أيام ثم استوى على العرض ما لكم من دونه من ولي ولا سفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة كان مقداره ألف سنة مما تردون ذلك عالم العيل والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدى خلق الإنسان من قيم ثم جعل نسله من ثلالة من ماء مهيم ثم شواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأسئلة والأسئلة خليلا ما تشكرون وقالوا أعذا ضللنا في الأرض أعنا لفي خلق جديد بيهم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل لكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إه المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرزينا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نفيتم لقاء يومكم هذا إما نفيناكم وذوقوا عذاب الحل بما كنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم عن المضاج يدعون ربهم خوفا وصمعا ومما رزقناهم ينفطون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من كرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاتقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فتقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أعيدوا فيها وكيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكيبون ولنذيقنهم من العذاب الأذنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أعلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه واجعلنا هجدا لبني إسرائيل واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدلهم كم أهلكنا من قبرهم من القرون يمشون في مساكلهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نتوق الماء إلى الأرض الجرر فنخرج به درعا فأكلوا منه أنعامهم وأنفتهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم طابقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتبر إنهم منتظرون